مدينة كالية الفرنسية توصل ربط المملكة المتحدة بتراب الاتحاد الأوروبي بشكل طبيعي بعيدا في صالب بريطانيا عن التكثل الأوروبي حركة الأفراد والسلع بين ضفتي الطالقين لا تزال مرنة وسط دعوات رسمية فرنسية للحفاظ على سلاسة المبادلات التجارية مع بريطانيا عبارات الويد الصادرة من باريس تخفي آمالا بلعب دور الريادة المالية بأوروبا مع استقبال العاصمة الفرنسية لمقر الهيئة المصرفية الأوروبية القادمة من لندن في مارس الماضي لكن مرم باريس تبقى بعيدة المنال حسب محللين تحتفظ لندن بجاذبيتها المالية فرغم قيام عدد من البنوك بنقل مقراتها الاجتماعية إلى عواصم بالاتحاد الأوروبي كباريس مثلا إلا أن أنشطتها تظل منحصرة في تلك الأعمال التي لا يرغب البنك المركزي الأوروبي إقامتها في لندن بينما يضع بعض المحللين الخسارة في كفة لندن يرى آخرون في خروج بريطانيا من الاتحاد انتكاسة للتكثل الأوروبي أيضا الكثير من الناس لا يرون أي مستفيد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويتوقع عدد من الخبراء تبات أنمو الاقتصاد البريطاني لينخفض في السنوات المقبلة بنسبة 2 إلى 4% لكنه يبقى من الصعب تخيل أنه بعد 50 عاما فقد الاتحاد الأوروبي ثاني أو ثالث اقتصاد في المنطقة عدة ما بعد البريكسيت مستمرة إلى متن العام الحالي يعكف خلالها الطرفين على معالجة المسائل العالقة لعل أهم إشكالية الرسوم الجمهورية التي قد يفتح حلها الباب أمام مشاكل اقتصادية متفاوتة التأثير بالقارات العجوز من خلال ملاحظة الهيكل التجاري للمملكة المتحدة نستنتج بأنها تعتمد أكثر على سوق الاتحاد الأوروبي لذا فإن مشاكل الاقتصاد الكلي في بريطانيا ستظهر في وقت أقرب من مشاكل الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي تبعات البريكسيت ستطالوا بدرجات مختلفة اقتصاديات القارة الأوروبية بأكملها كما يفتح الخروج باب الحوار التجاري الحر لبريطانيا مع بقية العالم وقد يشهد العالم ميلاد قطب اقتصادي جديد ذي هوى أطلسي